حياك أمنا دكتور وشكراً على استضافتنا في هذه الحلقة الثانية الله يزيك الخير وشكراً على استضافتي أيضاً على قناة السبيل إياك الله أستاذ أحمدك فيك استضافتنا نحن في بيتك والله يزيك الخير على كرم الضيافة طيب دكتور نحن نختصر أيضاً وقدر استطاع أن نكون مركزين في الوصول للهدف تحدثنا في الحلقة السابقة عن مشاكل الزوجية ومشاكل التربوية في كندا ثم بشكل عام في الغرب وحكيت لنا أن حضرتك عشت سنوات طويلة ما شاء الله في عدة الدول الغربية وأخيراً خمس سنوات تقريباً في كندا أنت ما شاء الله وضعت يدك على الجرح مباشرة وصنفت المجتمعات يعني نحن نقول فيه كوميونيتيز مسلمة كل واحد منها يعني بحد ذاته له حالة خاص دعم مش هنعيد الكلام حنبدأ فوراً بالحلول بعد حدثنا عن مشاكل فأ طبعاً الحلول أخي الكريم أنا بكل مكان يمكن تنطلب مني هذا الموضوع أتحدث عن ما أسميه الأركان الثلاثة الأساسية اللي بدونها ما في أي حل لا لمشكلة أسرية ولا لخلاف زوجي ولا لمشكلة تربوية اللي هي بيت مدرسة مسجد حلول بيت مدرسة مسجد حلول متكاملة نحن بالغرب الآن تمام البيت رقم واحد الآن البيت الحل الأول لحل هذه المشاكل عم بتسير والكركبات أو قبل ما أحكي عن هذه الحلو وخلي كوني أنا حكيت عن بعض المجتمعات بتيجي من الخليج وبعض المجتمعات بتيجي من بره وكذا بدون يستوعبوا ما يلي بدأ حكيها كمقدمة سريعة جداً إنه إحنا أمة ذات رسالة ولنه هدف ولنه نقطة مرجعية كبيرة لها علاقة دنيا وآخر لها علاقة بأجر وثواب ولها علاقة بابتلاء جميل يعني اللي غابت عنه هاي المفاهيم لنش بحكي هذا الحكي ما بزبوط الواحد تحت ستار إنه جاي من حرب على سبيل المثال أو جاي من معاناة أو جاي من هروب من نظام ديكتاتوري قمعي فبالتالي يعوض أولاده فبالتالي بدون يدور بس عن الراحة المادية ويشتري بيوت ويزبطهم 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 شغول الله يبارك له ويرزقه لكن نحن بالأخير أصحاب رسالة بمعنى لماذا أقول لك هذا الحكي من ضمن طرق الحلول إنه نستغل ميزات المجتمع الكندي أو الحكومة الكندية فتدفع فرضا للاجئين السياسيين والأمنيين الفلوس طيب حيلا الجزء من حالها ودي ولادك فيها مع مدرسة الإسلامية كمثال ويوجد ي遊بون أشخاص بشخاص بيتمعه ويعتبد على المعونات وودي ولادو على المدرسة الحكومية لأنها مجانية لأنها مجانية فبالتالي فيه خلال في المنظومة طب الحال يبدأ حتى نأتي إلى ثلاثية البيت إنه أنا أولا أستوعب أني أنا تحت بلاء والإبتلاء وأمامي أولوية قوة أنفسكم وأهلكم نارا وجاييني مصدر دخل جزئي بقدر أستثمره كفي ضغوطات مالية أنا عارف بس أنا عم بيجيني مصدره أصلاً للأولاد هذا المصدر بودين مع مدرسة الإسلامية فحلينا ثلث المشكلة معلش قبل ما نطلع بالفعل مدرسة الإسلامية حل المشكلة هو مش حل مئة بالمئة لكن أخف ضرراً بمئات المرات من public school بمئات المرات مش عشرات بمئات خاصة الآن مش أكون منصف هذا كلام ما كنت لي أقوله قبل سبعة أو عشر أو اتناشر سنة في الغرب انت عارف فيه تغيير عالمي جداً بأجندات ما له علاقة بالفطرة والشذوذ يعني خلينا نقول فيه جرأة زائدة سميه توحش سميه هجوم ما بعض ما نسميه بس إشي غير مسبوق يعني الكل القلي اللي ساكن في هاي البلد مع عشر سنين وزيادة كل بيقولولي بموضوع التسامح والرقة والنعومة والأدب ألو السلام عليكم مستر أحمد مستر أمجاد ابنك بدنا نعرض فيلم عن موضوع فلاني بتمانع في الموضوع نعم لا نعم معسى بكل احترام تعال تفضل خوده بتحب نوديه على الجم بتحب كل الأدب بدنا نحكي عن موضوع قد يكون حساس في كالتركم مثلا قضايا جنسية معي لا أنا ما عندي رغبة إبني أوكي بكل احترام بقع لنا ورقة وقالوا ماشي والناس كلها مبسوطة ما كان في مشاكل الآن تغيره الآن الفلسفة تغيرت منظومة الحكومة تغيرت القوى الليبرالية مؤثرة تغير كله 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 من رأس وعساسه يعني عن جد بمعنى صرت إذا بتسترجي تعترض على هذا الموضوع في ست سبعتهم عم تستنك وممكن تنسجن فيها والموضوع معقد جدا يعني فالليس عم بحكي لك بمئات المرات صار أنا بحكي للناس أنا صوت لقناعي الآن بناء على التصريحات الحكومية والمنظومة العلمانية والقوى المسيطرة إنجاز التعبير في اتخاذ القرار لحدا ما وصلت لقناعة خلاصتها الدولة كلها بتقول لك ابنك مش إلك مادام ابنك بدك الدرسه عنا ابنك إلنا نقطة أول السطر ابنك إلنا انت دورك أفن بتخلفه بيولوجيا بتعيشوا عندك طعام ونتفع لك ونتفعوا له شهر حوالي 500-700 دولار بيقول لك أكله وشربه علينا انت بتخلث والعياذ بالله بعد ذلك فكره عقله ايدولوجيته اولوياته منظومته دراسته علينا ويعطوا مننا حل دراسة شو ضل من ابنك إلنا ما بيغلل الاسم تعريبا هو وانا قيل لي انا ما سمعت وزير سابق في حكومة قبل هدولا قبل سنين قال لها قال لها بالحرف لما أحكي لك يا قالوا مين قلكوا لا تكو لكوا ولا تكو لنا يعني مش إنه خباها معمية الموضوع فبالتالي دولة ديمقراطية حرة يا سيد دماشي أخوتي سوي لي بالذكية مدام أنا عندي الحرية أفتح مدرسة إسلامية لماذا؟ وفي مجال أولا جبالة الإسلامية وللسه في شيء غير ذلك يبقى يقول لها ما عندي مدرسة إسلامية فرض أو مقدر أدفع عندك هومسكوليك جميل هناك آباء كثير من هجرة عندهم فراغ وساعات وقاعدين ويستطيعون هومسكوليك طبعا وتودي على مراكز تعطيك وبعض أحيان الدولة نفسها تساعد ممكن ببعض الدروس وفي أشياء بمعنى في بدائل لأنه الثمن لا يقول لي صعب أنا لن أقول لك أنه سهل لن أقول أنه سهل لكن لن أقول الثمن لماذا أقول هل عبارة أستاذ أحمد 99% من العرب الذين عندهم ذرة خير ذرة خير لو سألتوا لماذا لك لماذا لماذا انتهيت من الدنيا شاهدت ما بيعت من البدي يا تغلبت الله يا رب يغفر لي أنا أريد أن أأمن لأولاد أأمن لأولاد أقول أنت جاء لأولاد أربان لأولاد فأقول أولويتك في الحياة يفترض عندما أولويتك في الحياة تستغل كل مصدر لحل المشكلة أنا أقول لك الواقع يقول أولادك لي لك يعني صار في تناقض بين الزعم وبين ما الحلول أنا أقول لك حلمة الإسلامية لا يوجد حلمة الإسلامية هومسكولينج فلسفة ضخمة جدا فكرة التدريس المنزلي ليس معقدة بدأت تعاون عائلات وابحث عن ما اسمه الكلتر الباكستاني في الهومسكولينج مبدعين 6-7 عائلات تجتمع مع بعض يأخذوا أولادهم على المسجد يحفظوهم القرآن بعدين يتفقوا 6-7 أمهات كل أم بطلع عليها دور بتركب هالخمس ولاد بالسيارة بتتفقوا مع أستاذ الرياضيات بمركز تدريس بيأخذ حساس الرياضيات بالأسبوع بيومين بيأخذ أستاذ فيزياء هو شو المهم في الموضوع الإنجليزي والسيانس والماث والسيانس وسلامتك الباقي كله بسيط جدا يعني صحيح دروس خاصة مرتبة من ضمن 6-7 عائلات ويرتبوها وبعدين عندك وقت فريط تقعد مع أولادك وهذا المظل اللي عم بحكيها لما أجي للحلول العملية أكثر البيت أخم واحد في قواعد ذهبية لازم تمارس فيه لازم يا أخي الكريم حتى لو وضعك المادي صعب تشتغل مع كما يسميه دائما كواليتي تايم مع أولادك وقت نوعي الناس بتعذروا في شغلة إنه يا أخي بس أنت شايف إحنا مش قدرين ناكل خبز ومزبوط في بعض الناس فعلا ما عم بحكي ونتيجي تعدد الأولاد والمشاكل اللي هم فيها طيب بدي أشتغل رزقتهم قلت له عراسي من هنا يا بتعطي وقت إذا عندك وقت إذا ما عندك وقت في اسم الوقت النوعي ما هو الوقت النوعي؟ استثمار أي حدث أي طريقة طب أنا مو صحي لأربع ساعات صحي لي ساعة شوف أولادي بالأربع عشر ساعة شو بتعمل لها الساعة هاي هنا السؤال الساعة بتتخطيط بدك أو شيء تتحبب تتودد تسأل عن حالهم بحسوا أنك موجود معهم تضمهم تقبلهم تسأل عنهم تمدحهم تذكرهم تسأل شو عن بيصير معهم تتفاعل حكالك عن إشي إيجابي تذكره تمدحه وتبين الافتخار فيه طب حكالك عن إشي سلبي تتابع شو صار معك المشكلة هذا الولد اللي صيح عليك أو المدئده عليك حكيت للمس عليه نعم لا طب شو صار إيجا فرحان قال لك اليوم نعملت كذا أو صار في البيت كذا حسسوا أنك أنت مهتم في هذا مثال سريع جدا لأنه هاي مش محاضرة ربوية الآن على إيش اسمه الوقت النوعي كثير من الناس بنشغلوا بالرزقة بتركوا الأولاد الأولاد بتربوا في الببليك سكول أو بالشارع أو بالببليك فبصير أولادهم مش إلهم غير عن المنظوم التعليمية فسلامتك وتعيش سيما بيقولوا راح للأولاد طب وقت النوعي وقت النوعي حنية عاطفي ولو بنصف ساعة بس مدروسة يعني بمعنى كان الناس بيقولوا لي أنت شو كنت تعمل أنا نسان مشغول جدا طول حياتي مشغول مشغول أنه أنا يعني أكاديمي وإعلامي وأي واحد يدخل بجل لإعلام وجه بنعرف عفهم بتوقف بالشارع فمسي ستين مرة فأنا هذا على حساب مين أولادي من طلب لمؤتمرات من طلب لمحاضرات من طلب واستشارات طب أنا فعلا أنا وقت ما عندي كان أولادي وشو كنت أعمل لما تعلمت وفهمت هذا الموضوع الوقت النوعي مثاله شنقيسه عليه وأنتقل المسجد بالمدرسة الوقت النوعي مثلا أنا كان صحيلي أشوف أولادي الصبح بالمدرسة كنت أحرص علي أن أوصلهم على المدرسة هذا حطيته قاعدة لازم أوصلهم نص ساعة التوصيل شو مع النص ساعة نص ساعة نص ساعة ممرها بدخلوا بأسمع أخبار ما بدخل بالسيارة بفتح على نشيدي ما بدخل البيت أنا أولادي الله يحفظ تقول خمسة ماشا موجودين مدرسة واحدة كانوا كل واحد عمر كل واحد كذا بدأت طمن كيف كذا شو عملت بامتحانك يا أفلام كذا إلى آخر مبار كيف ما شاء الله أنا بفتخر فيك كل واحد يأخذ جرعته أول شيء على سبيل المثال بتابع معهم بمدح بسأل بتفاعل بانبسط ما بنزلهم غير بالعبطة والبوسة ما بعدين عملت زي سيستم مثلا بادخل البيت من هم صغار بوقف على الباب وين بوسط بابا كيف بوسط بابا لازم عاد بزير عبسوا مين بدأت شعبط على بابا أكثر أول مين بدأت يعطيه بوسي قبل مين كذا قدرت تدخلك بهدية صغيرة بإشهي زاكي صغير كذا طب هيتأخذ دقائق بس شو بتعطي رسالة إنك أنت في حياته لأنها هي هي مشكلة التربوية الأساسية أنا مش بالتنظير والفلسفة هي المشكلة بالقرب والتفاعل النفسي والعاطفي لأنه هذا طفل قائم على فطرة لعب وعاطفة ومحبة وحنية ووقت ودنيا وعالم مش على فكر ولا على فلسفة دخل بهذا الموضوع فهذا مثال عن شو قصدي بالوقت النوعي نقطة ثانية في تربية البيت وهي بختم فيها البيت العلاقة بين الأب والأم الأباء والأمهات مو مفهمين بالذات اللاجئين والمهاجرين وكذا الله يكون بعنوا وضع شياسي وأمني صعب لكنهم يفهموا في أمامهم ولاد قررتوا تتزوجوا وتخلفوا قراركوا خطأ قراركوا صح مش مشكلتي هنا في أولاد الآن هدوا بذمتكوا أمام الله يوم القيامة إذا عكل مشكلة أمك حكت وحماتي حكت وحماتك حكت وأنت كذا وأنه بقصر بدهم يتعلموا الأب والأم أنه وشاكلهم ما تطلع على أولادهم بدهم يتعلموا كيف يمتصوا بدهم تحطوا أولويات جديدة هاي المنطقة اللي أنتوا فيها فيها خير فيها إيجابية تستثمر بس فيها سلبيات أبسطها أولادكم راحوا وصاروا حطب جهانما بربدها قال قوة أنفسكم وعليكم نارا كثير من الأحيان العند والثقافات اللي يجينا فيها والأمراض المجتمعية اللي يجينا فيها بتظلها شغالة وبتناقروا عفوا زي ما بيقولوا بنقر تديك والجاجة كثير شفت حالات كنت أترجع وقولوا يا جماعة أنت يبدك تسامح بها يبدك تسامح بها مش معقول ولا تكون راح يضيعوا وكشفت حالات يعني مؤلم يتوجع القلب في هذا الموضوع فالبيت هو الحاضر الأولى هذا كحل طبعا أنا أعطي عفوا أنا من الجمل ذاله كل نقطة بدأ تفصيل طبعا نحن هاي شو بسموها فتحة عدد إن شاء الله جاهز تعبير النقطة الثانية المسجد أخير كريم وبعد ذلك أجل المدرسة المسجد حكيت في إحدى اللقاءات قبل فترة كنت على القناة الجزيرة سألوني عن شيء مشابه بهذا قلتم يا إخوة المسجد فيه إله رسالة في الغرب بتختلف عن رسالة المسجد في الشرق في الشرق في الأغلب في الأغلب الدول العربية بفتح قبل ربع ساعة تدخل بتصلي بتطلع وسلامتك صحيح فالمسجد للصلاف فقط المسجد في الأغرب أنا بعد تجربة ست سنين في بريطانيا وزيارة عدة دول الأوروبية وسنة في أمريكا زرت فيها حوالي 126 مدينة في أمريكا أنا لا أقدر أقول لك وأنا خاصة تجربة البريطانية والآن تجربة الكنادية المسجد يكاد يكون أقرب صورة عملية للمسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآن زي ما بحكي كثير من الناس أول شيء بنصلي بنقيم الليل لا بناخد إذن من حكومات ولا بنعمل كذا نعطي محضرات اعتكاف ما نسأل اعتكاف البلادنا لازم تأخذ إذن للأسف اعتكاف مفتوح قيام ليل ختمات قرآن تسميع تجويد هذا على مستوى خلينا نسميها الشعائرية تعبودية تعالى الشغلة الثانية العقيقة في المسجد الأفراح في المسجد عقد القرآن كثير من الناس بركة المسجد بيجي العريس والعروس وبعدوا يكونوا مسترين وكذا وبيجي الإمام وبيعقدوا الناس يشهدوا على ارتباط بفلان جو المسجد حكي ما بيجوفوا بلادنا مثلا السياسيين بشكل عام ما بيجيوا بقبلوا المسلمين إلا في المسجد اللي بدهم يخطب ودهوا من شاء الانتخابات أجهزة الشرطة المحلية لما بدها تطلب شغل وكتب تيجي على المسجد لما ناس في الحكومة بدهم يخاطبوا بدهم يبلغوا بدهم يشكروا بدهم يتعاو أي شيء في المسجد بيجوا على خطب الجمعة تخصيصا العيد العقيقة ترحيب محاضرات عامة تثقيفية لأي مشكلة صار في الجالية المسلمة مثلا اعتدى على هذا عليها بدنا نحذرهم بدنا نعمل انتخابات بدنا تجهيز فرق لأجل انتخابات لحماية حقوق الجهل كله في المسجد يعني صعب أعدل لك معنا سعفون بعضها ملحق فيها مدارس ومكتبة وجم وفي بعضها حتى تدخل ويشيلوا بعدين الكذا الأرضية خشبوا ويلعبوا بالضبط جو المسجد فهو مش فقط مسجد بتروح تصلي يا شيخ احنا كلاتا بدك تعملنا شيخ دين لا 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 هو المسجد محضن تربوي بيشوفوا زيه شو ميستو أعطي مثال على الميزة بنات هنا والله يا رب يا ربي حفظوا ميستو عليه المحجبات بيعانوا مسكين ليش لأنه المحيط البيئة ما في محجبات كتير فالبنت مش داي الشاب بتعاني من فكرة البوليينج أو التنمر أو التعليق عليها لأنا غريبة فهي البنت مش مطلوبنا تكون فيلسوفة مش مطلوبنا تكون خديجة وعايش عمر الخطاب مخلوطة بشخصية يعني بتحس بيش طيب لما تروح المسجد فيه رياضة وفيه قيام وفيه درس وفيه جلسات أطفال وفيه فترات مرح بريء وفيه عرض فيديو أطفال كل شيء ومين حولها زيها لأباءهم بصلوا في محجبات وفيه صغار وفيه كبار وفيه خالتوات لابسين وبيصلوا مع بعض ومبسوطين وبيأكلوا بيشربوا بيضحكوا بيصلوا وبيعملوا وزيها تشعر أنه منتمية لمجتمع زيها زيها منتشعر بأقدة النقص بره وهذا كثير من الأباء ما ينتبهون له في الشارع في المدرسة العامة فالمسجد يعوض بشكل بخل بهذا الموضوع المؤسسة الثالثة أنا اللي أخرت هل أنا أخطر أنا 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 لأن المدرسة نحن قلنا المسجد تدخل عند الإفنتات أو الفعاليات تدخل عند وقت الصلاة تطلع وإذا لا هناك فعالية مكان فاضي المدرسة 8 ساعات في اليوم في عند حطاب فكري علمي تشكيل عديل هوية أو حماية هوية هوية كلك اعتقاداتك وأفكارك وسلوكاتك في الحياة تشكل في المدرسة في الأغلب حتى مستوان نحن العرى المسلمين في شكل عام ابنك تخيل أنت المشهولين بالعموم وكلنا مشهولين أنت كيف تقعد قاعدات حوارية معلوماتية علمية فكرية مع ابنك أنت تقعد يا ورد لماذا عزبت ماما لماذا أفعلت كذا شكوا عليك في المدرسة اليوم أو يسلموا أديك على العلامة بابا جبت لي بسكليت لا بابا جبت لي ألو جبت لي عبارة عن جبت لي وإن التشكيل الفكري والنفسي العلمي كله في المدرسة 8 ساعات فأنت تخير هذول 8 ساعات نحن نحن على الـ واحدة مثلا الشيء يذكر من ضمن أبرز أبرز ظواهر سبب الإلحاد عند الشباب محتم بملف الإلحاد حوالي 7 سنين أجريت دراسة بحثية لبحث ترقية عندي في الجامعة كأستاذ مشارك على حوالي 30 موقع في العالم حوالي 15-16 منهم يدعوا للإلحاد 15-16 يحاربوا للإلحاد عملت مسك لموادهم الفيديوهات والآخرية ودرست كتب وكبير هناك ظاهرة اسمها ظاهرة متعلقة بظاهرة أستاذ العلوم أو الفيزي الملحي ظاهرة تكون الولد في داخل البيت طبيعي طبيعي الله خلقه يسأل نحن الله خلقنا بالفطرة سؤولين صح؟ صحيح لماذا هيك بس يا ولد لا بشي طب لماذا بس يا ولد هس لماذا أخت لازم تتحجب قطع السعالك يا ولد وكس هذا السؤال حرام وغض النظر سأل سؤال معين الأب مع انشغاله أو عدم وجود المنظومة التربوية أو طبيعته الشخصية أو جهله وغض النظر سكته سكته اثنين ثلاثة أربعة سكر الموضوع صار عنده ضيقة بروح إلى المدرسة public school بدخل مثلا فرضا ستصادف أن أستاذ الفيزياء ورياضيات كان ملحد حد الآن أستاذ الفيزياء ما عم يمارس إشيء العلاقة بالحاد وعم مشرح رياضيات عم بحكي بالفيزياء طب عفوا يا أستاذ وليش وما ليش طب أنا مش مقتر يجب أن يحترم ويستوعب ويستوعب يتحدث شيء ضد نظريات الفيزيائية قد تكون مضحكة قال أنا أحترم ويجب أن تنظرك لك إذا تسمح لي أشرح لك لأن أنا أحترم ويجب أن تنظرك أنا أعتقد أنه يجب أن تنظرك أعتقد إذا أعتقد إذا أعتقد إذا أحترم إذا أعتقد فتعلق بالشخص من الذي أعطى وقت ويحترمه بعدما يتعلق ويحبه ويحب منطقه كما يتعلق بطل السينما والرياضي الذي يعمل شيء ويستطيع عليه تصادف مثلا أنه ملحد فبيع شاق الإلحاد الإلحاد هذه علاقة بالمدرسة والتربية والأب المفقود وعدم توافقه الأب والأم والمخلطة وحدة من 32 سبب للإلحاد لكن هذا من الأسباب الخمسة الأولى تقريبا تخيل كمثال فجأة دكتور كيف أكتشف يأتيوني باستيج كانسر باستيج نمبر فور يأتي على المكتب يا ما دخلوا عندي أباء جاي بين أولادهم يا ملحد يا أم صر داعي للإلحاد يا أم متشكك يا أم حاقد على الإلحاد يا أم كذا أسأل كم من سؤال من هنا ومن هنا أتابع من زمان زمان هس أسقط وما فيه أو فيه طبعا ظاهرة الآن أخلط الآن مدرسة في التربية والبيت الولد الذكي وهي مشكلة تتعليق المجتمع العربي تخصيصا العربي الطخل المدلل ولما يكون ذكي كارثة أكبر مدلل وذكي يعني ذكي ما شاء الله ما شاء الله بفهم أكتمل كل ذكي وذكي بيجي خاله بيجي عمه ذكي 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 بفهم كل بيجاوب كل يجاوب كل يجب أن تتكبر لا 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 ذكي 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 بفهم كل شيء أصدر من كل بحلم الكل بيجي يستعزق باللي مش فاهمين الرياضيات تتكبر على غيره بعد شوية مش شايف حدا بعد شوية نتيجة انه ذكي وقارئ ونهم وفهم ورياضيات وشرع الذكاء وبقرأ بعشياء معينة بسيتعزق وعشياء الغريبة يتنمر على كل اللي حواليه وانه مش فاهمين اللي بحكي فيه بتطلع 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 عمين بتتكبر بعدين على اللي خلقه مش عاجبه بشرية فلسفة منظومة الكون ما كان ينبغي كيف ريتشور دوكنز لما يقول لها في فيديو الشهير المضحك هذا المبكي بيقول لك على الخطاء الموجودة في الخلق فرح جاب زرافي بعرفش هذا فيديو مشهور جدا زرافي كاملة بتشريح وإضاء أو استوديو والله يمكن يكلفه مئات الألاف جاي من شرفة مشان قال فيه خطأ في هذا الخلق اللي بتحكو عنه الخلق الإلهي إنه مش عارف فيه شغلة مشان تطلع لازم رقبة الزرافي لأنها طبيعي بترجع مش كده شوف هذا عساس إنه بفهم يعني مرت عليه حالات شلت لها مرحلة حجم الكبر لهذا الطفل العمر 16 سنة قاعد عندي في المكتب أبوه جايبه عندي هنا سطل مرحلة أقول يا رب والله اللي مسكني عن طرده من المكتب من قد ما شايف حاله الولد ومحتقل كل الناس احترامي وشفقتي على أبوه اللي دمعته على عينه بس طبعا ما أعمل لك فيه ما أنت أنت اللي ربيته أنت اللي شايف مشكلة تربوية أبو مشكلة تربوية آآ أنا أدخل الملفات بس هي كلها وكتد صحيح آجي عن المدرسة فالمدرسة الآن بعض اللي يعاني من هذه المشكلة في بلادنا العربية والمسلمية اللي يودون أولادهم في الأغلب على الانترناشنال سكول واللي يكونوا لأسباب ثقافية أو انهزام حضاري بدون ابنه يقول إنجليز و فرنسي وليس ينتبه للحاضن والفكري والتشكيل الهوئية هنا عندنا مفصولة أبيض وصفة ضرحة جدا ببليك سكول أو برايفيت سكول إسلامي أو طبعا مش مسلمين اليهود عندهم مدارش والمسيحية عندهم كاثوليك سكول وعندها والهندوس عندهم كله هذا كل مش ناس يفكر يقول لك يا زلام يخلف على الغرب اللي أعطاكوا إياها لا حبيبي الغرب ما أعطانا إياها أعطانا الكل وفي المقابل بلادنا برضو كمان لدينا الثانية عايشة بمبسوطة بس نحن عندنا ظروف سياسية تمنعنا من أن نستمتع بهذه الحرية البسيطة وليه حق حق لكل واحد يعني مش هاي المسلمين ببعض الناس بسمعونا حكي بيقول لك طلع وبتنتقد كمان شو ملده طبعا بنتنتقد فيه غلط وفيه صحي يعني ما انتقد اللي عندنا ولي عندهم صحي فلذلك أخي المدرسة الإسلامية هنا لما أحكي على 8 ساعات تشكيل الهوية وخطورة مين أنا ودوري في الحياة وكذا فطرته لم تنحرف تخيلها إلى حالها أنت كسبت ملايين ما طلع لعالم أقول لك لا يسكن صراحة دين العيوب ونعمر الخطاب ولكن فطورة ليس منحرف كتبة تناقش لما حكيت على قناة الجزيرة حكيت كلام شبيه من هذا بيزاوي من سؤالهم فبعات لي أخي من أمريكا بعرف من 10 سنين قال لي تسمح لي أضيف على الحكي اللي حكيته شغلة معينة شو عم يصير هو خبرة حوالي 25 سنة في أمريكا ومخطب في المدارس الخاصة والعامة بنادو يعني في ببليك سكولز بيسمحهم بخطب الجمعة بيقول لي أنا وصلت لنظرية كمان بضيفها للحكيات والثلاثية في إشارة من مظاهر الخطورة اللي عم بتسير في الببليك سكولز قال لي إيش بيقول لي دي فطرطايزيشن رسح قلت له هاي نظرية جديدة قال لي آه بيقول لي هم ما بيحسوا بيقول لي بس على زي منظومة الاستعمار البريطالي زي ما بيقول بطيء لكن بثبات بمعنى تنضرب منظومة المفاهيم الفطرية عنده اللي إحنا بنسميها الباسيكس ليش لأنه متعايش يوميا مع أشياء مفاهيم جديدة أو بتضرب بالأصل عنده ضرب لي مثل قال لي مثل مثل بشهد فاهمني شو يعني كيف الفطرة نحن كأطفال نولد فطرة بنحب اللعب ما في طفل ما باللعب طيب كيف نحن نضرب الفطرة في العالم الحديث الآن بالتكنولوجيا التابلت والآيباد بتحمل ليش انت اكيد مطلع وقارئ عن حجم الأمراض العصبية اللي بتسير عند الأطفال وشفت أنا فيديوهات مرعبة يصير يرجو يعمل هيك ومسك الفيديو عصابه واكف عام لهيك تشنجات يصير عنده صرع طفل عمره سبع سنين نوبات صرع بسبب الآيباد هذا شو عمنا مسخنا مش الفطرة فسخنا أبو الفطرة هذا مثال على كيف تنمسخ الفطرة بمنظومة شو عشي نعمل نحط ببيئة طول وقت بلعبها ضربت فطرة الطبيعي أنه يركض ويلعب ويمزح ويتعب ويحط وينام ويبتسم ويبكي ويلعب بالإطراب أنه ضربت عندهم هذا يوجد ضرب فطرة هذا ما نرى هناك شيء لا نرى منظومة فطرة من يعيش ما أفكارت أمامك سلوكات التي تحدث أمامكم أمامك حصلت كثيرا قصص على موضوع العاسب والمثال ولد ملتزم ربي يصلي ويصوم أمه ويحجب لكن الحياة الغربية الليبرالية تسمح في المدارس الحكومية أن الشباب والبنات يقبلوا بعضهم ويقوموا بل بأداءات 50% جنسية في المدرسة مدرسة عادي طيب معينها تشوف صديقها وصديقتها شو بيعملوا بالصف أثناء الاستراحة بين الحسطين يعني يشبه تقريبا نصف فيلم إباحي بتشوفوا في اليوم مئة مرة شو صار تطبيع طب لما يصير شي طبيعي الفطرة شو صار فيها طب انت بالفطرة نحن نستحب نخجب بهذه الأمور صح صح فأنا نضرب سنة واحدة سنة واحدة خلاص تخيل 98 سنين على المستوى العقدي وفي مثال على الموضوع الفطرة أنا بحكي للناس وأبرز مثال وإذا بتحب اختم فيه هذا اللي هو الإيقو والأنا كيف تيجي أنا من خبرة الجلوس مع مئات أولياء الأمور ونقاشي مع أولادهم انتبهت واستشارتي للي سابقوني ب15 سنة وصلت لإشي البابليك سكول بربه شيء عجيب طبعا إله علاقة بثقافتهم عادي شو هي حريتك الشخصية تعبير عن نفسك إشي ما بتحبه لا تسويك إشي مش جاء لبلك كذا بمعنى فتتربى عندهم بالإنجليزي I like I don't like I don't think so I don't feel it I, I, I كل شيء كل شيء يدور حول الآي اللي هو أنا هاي فردانية فردانية فلسفة كاملة فلسفة قائمة كذا مدام أنت مش حبوب خلاص طب أنا متجاعة لبالي أدرس عادي جاعة لبالي أرفع رجلي بالصف عادي اه احترام ما احترام لا لا عادي جدا أنا 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 مش عجيب للموضوع أنا I don't feel like it يا حمي في حق في غلط وباطل لا 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 فهي الآي تضخب بالمدرسة دراسة سهلة امتحانات سهلة نجاح سهل بس هاي منظومة الناس ما بعرفوا أنه بدهم يطلعوا أيدي عاملة ما بدهم مشاهدات وعليوها منظومة مركبة بس هاي تقنع الناس إما الندرة منهم 5% بروح على الجامعات هذول البديل كله أيدي عاملة فهي مخططة أنا بعرفنا مخططة ونظام بريطاني هذا قديم جدا لكن بالنسبة للناس سهل 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 فبتعود على الإيزي ودراسة خفيفة وبتنجح بسهولة وبتعبر عن كل بالدكية مجرد ما قلت أنا أشعر أنا كذا الكل بيقول لك حبيبي ماشر وهم ما تزعل طيب شو بينتوجع عنها دلال فكري بالهوية اللي أنا تتضخم هذا عندما يدخل بمنظومته الدينية في البيت إذا أبوه كان ما شافه وتربت الانا عنده في المدرسة الحكومية مثلا وبالشارع والإعلام تربت زي ما حكينا قبل شواء عن موضوع الإلحاد أنا بس معهم لما يناقشوني طب يعني يعني I'm not convinced بقول له حكم شرعي بحديث صحيح بقول لي أنا يعني أنا مو شايفة هيك أنا كيف يعني أنا بقول لي أنا بقول طيب ماشي بدي أخذني عقد عقلاتي إليك الحق بدي أعتبر تحكي أنا عمر 16-17 سنة تقول له مثل 15 سنة في البلد ربا ويحكي عربي طبعا لماذا تحكيت لأنا بقول لي أنا هكذا أعتقد طيب درست علوم شرعية لا تعرف علوم حديث لا تعرف إشي له لا 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 بس هيك أنا خلص لأنا ضخمت عنده ولا أي شي فأنت لما تجمع هاي الأمور أحكي لك الأهمية أنه يكفي المدرسة الإسلامية على كل سلبيات أو أنه لا سلبيات بس سلبيات بس سلبيات بعد ذرعهم فيه شو هي ما في دعم مالي وبضطروا يجيبوا أساتذة برواتب معتدرية لأنه الناس مش قادرة تدفع أو ما بتدفع أو شعرين أنه كل شيء إسلام لازم ببلاش ويستكبروا أي رقم بتعلى تحت تعليم إسلامي الناس دائما يضخوا عليه طبعا يمكن أن تروح أنت على مدرسة خاصة مثلا علمانية لبرالية سمعت مليح بدفعوا 30 ألف بالسنة عليها 30 ألف بالسنة الشعر 3000 وعادي يكون مبسوط أنه ابنه لابس الربط وطالع مدرسة بدفع الشامعة الإسلامية أخي لماذا تدفعونا 500 دولار عاما طبعا يريدك أحسن للطريق اضطروا ما يكون مباني ضخمة عفوا ما عندهم تسهيلات كثيرة لا يوجد ملاعب لا يوجد بركس باحة لا يوجد مليح يجب أن يؤثروا لن يعطيك قولة التعليم إذا أريدهم يستوعبوا أكبر عدد فبالتالي المهم فيها فيها سنبيات ممكن لا تلاقي ملاعب لا تلاقي تسهيلات لا تلاقي مختبرات ممتازة لكن على الأقل يا أخي هناك صلاة جماعة الحد الأدنى موجود هناك حد الأدنى شايفة الرياضة الناس كلها بتعرف أنه هنا بغيروا كما خلقتني ربي أمام بعض هذا جزء من الكلتر لا يوجد دخل بهذه السنوات هذا الكلتر بشمال أمريكا كله الرياضة بدون يلعبوا هوكي بدون يلعبوا غرف الغيار غرف الغيار الكلتر بغيروا أمام بعض كامل كامل طبعا انت تخيل ابنك لما كل يوم اللي بدون يلعب الرياضة لأي لعبة أو مرتين بالأسبوع يشوف عراء تماما أمامه كل صحابه طبعا تشاهد نفسيته طبعا هي مش موجودة المدرسة الإسلامية قالتك فيك لأنه 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 ما يشبه مقصومي زي نقاش أولاد بلادنا في بلادنا لما نقول لهم لا تودوا أولادكم مثلا على مدارس انترناشونال ديروبالكو أو مدارس الأصولها بتكون تبشيرية استعمارية في بلادنا قول لكم لأنه اللغة ما لغوية يا أخي أمشي وأقوى بالأمور العلمية بس طب والثمن الآخر زي عم بحكي لك هاي البيئة أعطتك أمثلة غرف الغيار أمثلة شو بيشير مع الأستاذ الملحد أمثلة على موضوع تشكيل البيئة هاي كبه فبالتالي جوابا على سؤالك بتفرق معقولها القد بتفرق وحد الأدنى ما بتنمسخ فطرة ابنك وهي بحد داتها حتى لو خسرت أشياء أخرى زي ما تفضلت أنا مرة تانية سمعت كثير هالكلام يعني والله المدارس الإسلامي فيها العيوبي وفلاني ويبدأ يعدد ويغفل الجوانب اللي تفضلت فيها واللي هي أساسية أنا أقول لها موجودة موجودة يا أطه بس إلها أسبابها ولا نعذرهم لما ما عندهم نعم حقوم نحاول إصلاحي أنا مش حكون سلبي طبعا نحن نسعى قدر استطاع المدارس الإسلامية تكون أفضل مما يكون ندخل في مدارس الأمهات نساعد المدرسة في جمع التبرعات إذا نعرف نحن لديهم مزاكوات ضخمة نحن نجيبهم يدعمهم وهذه الطريقة كيف تعمل نعم نعم الله يزيكم الخير الله يكرم نحن للأسف يمر ممكن لك خمس دقائق الأخيرة لأنه حكيت في الحلقة السابقة كثير مشاكل حكيت غياب الأب وحكيت مشكلة لما المرأة أيضا يعني بيبدأوا يلعبوا براسق نعم احترام للكل أنه أنت لا لك الحقوق أكثر من بلدك أو كذا نعم فينا نختم بهالجزئية كيف لأيها حل يعني نحكي إطار عام نحن وأن حذك مرة أخرى يعني أنه قناتك مليئة بالدروس والمحاضرات حتى اللاييفات وبعضها أنت تسجيلها بشكل عفوي في السيارة يعني لكن أظن ما في مشكلة إلا أنت جزأت يعني في الحل وفصلت وخضت في العمق الآن بس إطار عام واللي عايز تفاصيل يرجع لقناتك أخي شوف الإطار العام أنا بحكي لك هو النقطة المرجعية يقو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أنا بعرف وبقدر أنه الكل عنده مشاكل اللي جاي من الخليج ومش قادر يترك المستوى المعيشي بعرف في عبئة عليه واللي جاي وكانت زوجها بمد إيده عليها في بلدها الله يا رب يعني يصبرها ويثبت ومش الحل مش الحل لأنك تسمعي لبعض المطلقات اللي رح يخربوا بيتك إذا ما في أولاد بقول لك بكرة الصبح إخلعي بقول أحقك لأنه الضرب هذا يبيح لك مية بالمية بس أنا مشكلتي بالأولاد الكبرى العائلة تفكك العائلة الوسرة فأنا نقطة بداية الحل العام قوة أنفسكم وهليكم نارا كلهم بزعوا كلنا بنزعوا من نوعها وأول ناس يدفعوا الثمن بالإلحاد والشذوذ وفساد الفطرة هم أولادنا نتيجة هذه الخلافات نتيجة أنها أرخت أذنها لبعض اللي طلقوا قبلها أو للي شجعوها من القوانية كندية بتعينك وترميك وكذا إلى آخر هي كانت النتيجة الأولاد هذه واحدة اثنين منظومة الإثم والثواب والأجر هذه مشكلة بلنساها إحنا إحنا ما بنشتغل روبوتات مو جاينا على هذه البلاد اسمه عقاب دنيوي وعقاب آخروي هناك شيء اسمه ظلم وعدل طب نحن كثير مننا هاربي من الظلم صحيح يا رجل اللي بتسمع كلامي الزوج إذا كنت أنت المعنف وأنت المعتدي وأنت المتسلط يعني إنسى إنسى القانون الكنديو إنسى فيه قانون إلهي فيه عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية هذا الموضوع الحال وبدأ الحكيم معاه فيه ساعتين وإذا كنت أنت انظلمت بزاوية أنت الآن تحولت إلى وحش كاسر عم تنتقم منه من أولادك وبدون عدل وبدون شريعة أنت الظلم الآن هو كان ظلم وانت ظلم يبطل حد أحسن من حد يعني من خسران الربحان الوحيد إبليس صحيح يعني الوحيد المبسوط مستر إبليس بس أنت خسران هو خسران بظلمك الأول أنت خسران بظلمك الثاني فمنظومة المرجعية والأجر والثواب وقوعة هي القاعدة بدأ أن أطلق منها مع كل هؤلاء أنه هناك تفصيلات فيها ساعات صحيح يعني علاقة بالثقافة ولا علاقة بالبيئة ولا علاقة بالتربية ولا علاقة بالأنار الشخصية علاقة أصلا باختيار الزواج بس أنا لماذا أقول لك كل يوم يتحدث عنه كله نابع عن نقاش حالات كانسر ستيز نمبر فور يعني ثلاثان درجة رابعة فأنا أعمل طوارئ لا أعمل تأسيس هناك فرق بين التأسيس يعني أنت كل نقاشك معي الآن وأنا جواباتي عم بحكي لك كواحد بشتغل بقسمة طوارئ في مستشفى المشاكل الاجتماعية نعم صحيح فأنا ما عم بأسس الآن التأسيس بده عالم آخر بده تفصيل بده فكر بده تنظير ما ننسى دكتور أنا أكيد متأكد أنت لم تقصدها يعني لكن لما حكيت على هذه المشكلة اللي بده تطلق بتكون معنفة لكن في كثير منهم هي تأثرت بأفكار نسوية أصلا هذا موضوع ثاني نعم طبعا أنا تخيل كل رجل مش ظالم يعني أو حتى لو كان ظالم بس بشكل جزئي يعني أنا عم خدت الحد الأدنى اللي أنا موقرنه مع أحد شوف وعن بقولها يتقل له هذيك الله يكون بعون هذيك هي فيه كالثة مع الله نعم إذا بقيت على الإسلام أصلا لما تكون ترفض كل الأحكام الشرعية موضوع ما هو موضوع زوجها موضوع هي أرخت أذنها لأفكار نسوية لبرالية أو أفكار نسوية إلحادية وهي أصلا تكبرت على الحجاب وتكبرت على التزام موضوع مش عندها قوامة الرجل أنا رأيي اللي بتوصل لها المرأة مشكلتها مشكلتها مع الله مش مع الرجل سبحانه فيه اعتراض على الشرع طبعا اعتراضا على المشرع من أساسه وكل ياته بس هي ما بتتجرأ تحكيها يوسف ماشي هذا مشكلتها مشكلة ثانية هادقاش شوي فكري على عقدي على تاريخي على سايكولوجي أعمق شوي بس أنا عم بقول على راسي من هون هيني مرت علي حالاتنا التعنيف بقولها معك حق والله ولو أنا قاضي في دولة إسلامية حس بطلق ومع ذلك استني ارتضيتي في قبل 18 سنة عندكم ستة أولاد الان وانت عارف شو معنى انك انت ويا تتدقروا في المحاكم وتتشلططوا عند الشرطة أولادكم الحاد مخدرات عصابات سلامتك لا ينسى بلد غير مسلم طبعا زمان كانوا يطلقوا كان الولد يتربى في الحارة الإسلامية والعيلة الممتدة اه والعيلة لأم والأب لو انفصلوا أو حتى غابوا تماما ما زال فيه الجد والجدة والخال والعم مئة بالمئة يا أخي هذا كله مفقود هذا هنا ما فيه كل شيء موجود في المجتمع الآن يشجع على الآخر حرية فردية حرية الجسد جسدي حريتي الآن درقز بشكل عام هذا ليقل يعني قانونيا بتتعاطى مشجع على قانوني يعني إذا أنت بتعترض أنت الضلطان يعني صح أنت المجرم وعارشين لعلاقات الشسم والمثلية وغيرها كله 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 ساطى أحد يقولون يروح لأولاد يعني بالمنطق البدهي للأسف كثير من الناس مش فهم هالأبعاد وهالخطورة أنه الأم والأب يعني الخطة الدفاع الأخير ما في غيرهم مفصلوا أو حتى لو في الصالة مش كامل يعني كثير منهم بيكون الزواج ما يسمونه الطلاق السلبي أو كذا بيكون موجودين في البيت لكن لا يوجد أي تواصل علاقة العاطفي أو شئك أو يعني 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 عايشين مع بعض جسدا بس ما في أي علاقة بينها تلعائيا بس مجرد ترباية وأكلوا شروب ومصروف وبتعاملوا مع بعض يعني أقل من زملاء حتى ويدفع عجر البيت هذا مطلوب طبعا برضو الأولاد بتأثروا نفسيا وعاطفيا وكذا وهي النقطة أخي أنا هذا للعموم مشان هيك ليش قلتلك نقطة مرجعية لأنني أنا عم بعتبر مشاهدي وقناة عندهم الحد الأدنى من قال الله قال الرسول ما عم نتوجه على المانيين أنا أكيد عبر قناتك ما عم بحكي مع الماني ولا مع أبو الحد لأن هذا أصلا مش شايفني ولا شايفك نعم صحيح أصلا الحد الأدنى الإيمان موجود الآن نحن نخاطب هاي الفئة هم فاهمين أن الحياة كلها أبتلا طبعا سواء بقينا في بلادنا أو جئنا إلى هنا يعني موضوع الثواب قوى أنفسكم أهليكم نارا والحساب والظلم وقانون البلاء والابتلاء هذا كل ياته الخلطة لازم هي تتحطط و تنحطهم في الراس عند حل المشاكل في كل لحظة في كل حياته هو عايش لأجلها يعني ما ينسى في إله والله سبحانه وتعالى يتولانا جميعا يا رب الله يزيكم الخير الله يزيكم الخير أستضافة أنت لستضافتنا شكرا جزيلا على الكرم الضيافة ومرة تانية بدكري الأخوة المشاهدين يرجعوا لقناتك الله يزيكم على اليوتيوب أو على الفيسبوك أيهم أكثر والله ثنين لا هي أوضحة اليوتيوب لكنها على الفيسبوك أكثر العيفات معظمها على الفيسبوك عندك العيفات على الفيسبوك نعم لكن غالبها تتحول على اليوتيوب بس يعني يدوروا على ثنين الله يزيكم الخير يا رب ويجرى اليوتيوب أنظم كما تعلم صفيح أنا بدي أقول للمشاهدين إنه الشمس عم تروحوا تجي عشان الغيوم فيمكن يلاحظوا اختلاف الإضاءة فهي النقطة يكفي النية عشان ما يعترضوا سامحونا معالي شاه يعني هم بقدر أنت سامحنا أذكرنا عليكم الله يزيك والخير أتمنى في لقاءات أخرى ومعنا فسحة أكبر من الوقت ويكون البودكاستات اللي هي الطويلة ديسم اللي ساعتين وثارتين يعطى فيها الضيف المالك يعني حتى يشبع الموضوع يعني نقاشا لكن إحنا أنه القناة إن شاء الله مليئة يعني وبسدها الله يزيك الخير وأشكرك على استضافة مرة أخرى وأشكرك شكر الله لك ما تقوم به بالقناة أنت وكل الفريق سواء الوجوه المعروفة أما ورائك واجس من يعمل هذا الخير الله يزيك الخير الله يبال فيك يا رب وشكرا جزيلا الله يزيك الخير أكرمك الله شكرا الله يزيك